أستاذة نور أيها يا شيخنا اتفضل يا أستاذة نور ربنا يبركينا فيك يا شيخ والله ويجاديك خير الجزاء على رأسي ربنا يحفظ حضرتك ويزيدك نور وبركة أنا خليه أنا بس تابع الحلقة دي كل الكلام اللي حياتك قلته هو تابعي تمام بس فأنا محتبلة قلت بقى قبر دماغات فأنا معيها بنتين وقلت قبر دماغي من أي مشاكل وطلاء وخلاء وكده لأن أنا كنت أرمالة أصلا طيب فالله أصلا عليك يا نبي أنا اتبحت بعد جهس جهس أني بقى بقرأ القرآن وكده وبصلي وكده بس في حاجة عدي سؤالك فيها أنا عندي سؤالين قبل كده يعني عندي سؤالين غير ده تمام إن شاء الله ربنا يجعلك إن شاء الله من الصبرات وبطلة وده مش معنى كده أن أنا بقول يا جماعة الخير مش معنى كده أن أنا بقول للأستاذة نور أن هي يعني أن الرجالة يعملوا كده يمارسوا العنف لا الستة اللي تعمل كده وتصبر عشان أولادها دي بطلة وسلميني عليه وسلميني على الولاد هو إحنا موجودين فيه وعيشين فيه طيب بس أنا عشان كدت في خير قبل كده يعني زوج الأولان الله يرحمه ويحسن إليه فقلت إيه أكبر دماغي أنا إيه بحتبر إيه هل ينفع احتبر الحالة أنا بقت عيشها دي عشان بنات لأنها مخلفة منه بنت تمام يا شخص سمأك سمأك ويس بقول يا رب عندك في سبيل الله خيري وعزي وهناية عندك يا رب خلاص أنا مش أيدي حاجة من الدنيا تاني ينفع ولا ينفع طبعا ده أنت بطلة ربنا يباركلك بس أنا كمان هقولك شوية حاجات هقولك شوية حاجات بس عشان إيه كمان ربنا يباركلك ويطيب خطرك إن شاء الله ويحفظك بصوا جماعة عشان بس نبقى واضحين أي حد بيصبر على أونف حد تاني فهو في مقام الصبرين لأن رسول الله اللي قال كده الذي يعامل الناس الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من من يعتزل الناس قاله ويصبر على أذاهم يبقى لو حد بيتعامل مع حد وبيصبر على إن هو بيمارس مع العنف فهو إن شاء الله من الصبرين ولكن ده مش معناه إن احنا ما نحلش المشكلة ده معناه إن احنا اللي بنعمله ده ربنا يكتب لازم نحافظ على الأسر فاللي أنت بتعمليه ده وقت بطولة ربنا يباركلك فيها وربنا يحفظك ويزيدك نور وبركة بس أنا بقولك بقى شوية حاجات تاني نعملها أنت اعتبرت إن القضية خلصت لا القضية لسه ما خلصتش لسه فضل ربنا واسع لسه كرم ربنا موجود وجعل بينكم مودة ورحمة طب نعمل إيه حضرتك تاخديه من إيديه وتروحي على الإرشاد الزواجي مش راضي تبتدي تعملي إيه ببساطة تعملي ثلاث حاجات أول حاجة تيجي تسألي تعودي معاه وتعودي معاه وتكلمي بتقول له أنا بحبك وعايز أزداد حبا لك ممكن لو سمحت نقعد نتكلم بس فقول له أنت إيه اللي يخليك بتزعل فهيحكي لك شوية حاجات كده فاسمعي فأول حاجة اسمعي تاني حاجة قول له طيب تيجي نتفع على أني أنا لزع عليك وقول له لو أنت تزع عني يعني إحنا مش هنعمل اللي أنت بتقوله ده بس لو سمحت أنا مش شايفة الإنسان الكريم يضرب أو إنسان الكريم يتعنف ولا يتهزأ وأنا في الآخر خالص أنا منسوبة إليك فأنت لو أكرمتني يبقى أنت راجل راقي وراجل في غاية الله ويبقى أنت مع حضرة النبي وبتتخلق بأخلاق حضرة النبي بيهدوء كده تالت حاجة وده شيء مهم جدا أنت ممكن تكون يعرفة معلومة عنه في أسرته وأنه هو كان بيتمارس مع العنف وأنت المعلومة دي عدتيها بس المعلومة دي ممكن تخليه هو عامل زي الطفل الصغير اللي محتاج طب طب أنا بقول الكلام ده للرجل والست عشان الناس أنتوا عندكم خير كتير أنتوا عندكم نور ومدد من ربنا أوع تفتكروا أن أنتوا عجزة إحنا فقرة بس ربنا معانا فأنت لو عملت ده ربنا يغير كتير في حياتك فإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكرمك ويوسع عليك زي ما ربنا موسع عليك وبيعينك كده ومخليك من الصابرات ربنا يكرمك ويزيد الخير وبركة وده زي ما أنا قلت ده مش مبرر الرجالة لأنهم يستمروا للعنف وفي نفس الوقت وبسلات في حالة أختنا نور ولكن أنا بقولك أن أنت اللي فات أنت صابرة وتسبري ولكن في نفس الوقت تتعلج المشكلة تجيبين نتكلم معاه في الأشياء الزواجي وفي نفس الوقت تعمل الخطوات اللي أنا قلتلك عليها وربنا يكرمك ويوسع عليك إن شاء الله نعم